يعني يوجد بفاهم الانتقادات وهو يقصد انه ليس من يعني يتنظر من العدل ان يأتي يعني شايف شيعي شرق شيعي وينتقد المذهب الشيعي ولا يوجد من يرد عليه اه هو في البداية وجه انتقاد لفضيلة الشيخ على انه جايب واحد شيعي ينتقد المذهب الشيعي بعد ما يصير يعني انا مدحت المذهب الشيعي اكثر ما انتقدته يشكد عليك ويتفضل الاخ يكمل ما ادري الى عنده انا موافق على ما تفضلت به نعم وكجواب على اخي الفاضل اقول له اذا كان يجوز لكل احد ان ينشر كتابا ليس مناضع كتابا يقول له ثم ينشره يجوز لنا ان نفعل ما فعلنا لين اذا جاز لكل احد ان يبرز بوجهي على التلفاز او اليوتيوب يلقي محاضر عن الناس تعب عن قناعاتي يجوز لنا ان نفعل ما فعلنا كل خطيب كل واعد كل محاضر في جمهوره وبين اتباعه يفعل هذا تقريبا يعني مرت كثيرة ماذا يفعل يتعرض للاخرين بشيء من النقد ولا احد ينكع لي من حقه من حق السنن يفعل هذا والشيعي والإباطي والمعتزل الاخرية يفعل هذا لماذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لكنني أصبحت هذه المؤكسة لأنني لا أقلل من مقررور وغير من وقرر أموال من المحاولة في الممواطنية أموال المحاولة هذا يعني فهي مثل كبير من المحاولة في المحاولة نعم بسم الله الرحمن الرحيم أخونا يشكر المسجد الشورى لا يمكن من يذب منه ولكعالم أجل لا يمكن من يذب منه إلى الأ特別ية الأجل والمسجد الشيء الشربين والسنية والسنة الثبير لا يمكن من يذب منه والأخرى تقريبيا من سレ الواضع هناك الكثير من يتحدثت ويجميع فتح المتحدث ولكني لا يمكنني نفسه و قاموا بس ألم ذلك التحدث عن المؤشرية لك الأمر المؤشرًا لا يوجد أحدث التاري أو المقاربات اللعبة كما يلقون لدينا قد أحد الأخرى هذه الأمروتيات الآن تحتاج إلى نفراد من الآخر المترجم للقناة هذا يوجد هناك وهذا هو الأمر ويقال الظروي أتفضل وهي في الشيطين كما أنت عن تطبيق أوليب هذه الحديثة المترجم المترجم من المترجم 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 وإنهم علي يفترغوا حتى يارد علي الهوز تسبيلنا كونزر منهم بسبوع أن القرآن دائس في أهل بيكو موسيقى دائسين هذا القرآن رائع لنا لكي يتكلمون ويجب أن يتكلمون هو أدية يقول رغم أن هناك كثير من نقطة طلاقي التي طلقت فيها كشعة وسنة ولكن هناك اختلتات أيضا كثيرة حقيقية وتؤثر على ثقاطة كل بريد وتحدد الوجهات الثقاطية والسياسية والنقمية والمرضعية العلمية من أهل البيت كما قال وشاهد بالآية الكريمة أن الخليفة أو الإمام يلابد أن يكون من الله أو من النبي كما شاهد بالآية سيدنا موسى وشاهد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث السابعلي مالذيب الأسير وإس تشهر بي أرهب أن أتكلم أريد أن أتكلم أن أتكلم الثاني يجب أن أخذ من أجل ما يحدث مع الحديث السابعلي هو المتحدث عن الإمام مهدي المتحدث عن المعطبيه وليس هناك أيضاً شيئاً للمشاركة من الشيطان ما نعرفه في الشيطان يبدو الأمر مختار، مثل المعطي أباسي من المعطي أباسي، ينزل المعطي أباسي، في هذه المنزل 50 عام، لدينا نحن أباسي أباسي المعطي أباسي، أنهم لم يسمع مهدي لم يسمعها ولكنهم لم يسمع مهدي هذا يعني أنه ليس شيئًا وليس شيئًا هناك الكثير من الأشياء وضع الكثير من الأشياء وأيضًا أخرى وأيضًا أخرى ماذا يسمع لن يفتره وقت دائر 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 جاله موز نقشي دشه معينون يهى اهل بجران كورانسي اي مرسو سامن وده بيدی توولی فرمساك لولار قجل اساقت الارغوب اهل هادس هایست اسكیب بشتیم ته ارغومنت اسبرو اعیدن ساید سو اسکوتیره مجموز ایم ایم این ایم ورانس ایم 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 این ایم این ایم وفي السنوات الأخيرة شهدنا حول الكعبة من يدعي المهدوية وكذلك أيام سؤولة العباسية أيضا الخليفة العباسية يدعنا ومهدي وكثير من السنة أيضا تظهرهم هذه القصة والمهدوية ليس فقط شعية كمان في هذا المطلوب استشهد بحديث الثقلية واستشهد كما يقول حتى ديقانة هم يعني موجودون دائما لا يفترقون أهدا البيت والقرآن الكريم واستشهد بهذا الحديث بقصة المهدوية وأنا مستشهد رأيي الشركة ومهدوية أيضا يتفقلات ومهدوية هم تشهد في المهدوية ومع المهدوية يوجد عوضًا من كثير من المهدوية يحب الأمر مجدد أن تخليم أتفقلات تصوير من المهدوية وعلى أحيان أن أحدثت عن التصوير في الحادث التي كنت تحدثت عنه هناك أحدث عن الثالث عن المقابلين يملكي أسيان Some شيدسيط أسيان أحيان أحيان أبوضاء أن تكون مقابلين فقط أحيان هذا يعني أن الشياء لم يكن لديه المهدوية للمشياء ويجعل ذلك المشياء للمشياء ويجعل ذلك ويجعل ذلك المشياء لأن النظرية المهدوية تتحدث عن الشياء يتحدث عن ذلك أظن أن الشياء سبعون جدا أن النظرية يظهرون ويجعلون ويجعلون سبعين سبعين فور في حين ديارة المحبقى كاركي وضعه 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 وعنه وضعه أفضل وضعه وضعه الثلان بالتدت وضعه 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 ومعارض المصرحة ومعارض المقارضة أحصب أنت المقارضة هي حقيقي الى جيدة مع الفرنة ليس فقط كثيرا أو كثيرا المقارضة المقارضة ومعارض المقارضة مثل المقارضة المتحددة عندما أحمد المقارضة ونطلق البحث يمكننا أن تنسى أنه لا يمكن أن تكون بسيطة أسلل للمساعدة مقاملة أو يقولون أن أسلل للمساعدة ويقولون أن أسلل للمساعدة فإن أسلل للمساعدة سيكونوا بفعل خطر ولكن اللهم أعلم وصف يشعر أبداً كذلك ومرون شورة بينهم في الأمور الدنياوية الأمور الناس أمور الناس أمور البلاية وهذه السورة الآية التي ناسها في أمر الله أو الأمور الدنيا وشكرا نعم هو في البداية وجه انتقاد لفضيلة الشيخ على أنه جاء بواحد شيعي ينتقد المذهب الشيخ بعد ما يصير أنا مدحت المذهب الشيخي أكثر ما أنتقدته ما أعتقد أني محاضرتي كانت مخصصة لنقد المذهب الشيخي أو المذهب الإمامي كل المواضيع هذه اللي بحثها الأخ أنا كاتبة في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقه وكتابي الآخر الأوسع التشييع السياسي وتشييع الديني وما جئت هنا لكي ألقي محاضرة عن كتابي أو عن فكري هذا في الموضوع لا عن نقد الإمامة ولا عن نقد نظريات الإمام مهدي ما تحدثت عنها بالتفصيل إنما أشرت إلى التطورات إلى آثار النظرية أنه شلت حركة الشيعة فترة من الزمن ثم حدث الثورة قلت أن ولاية الفقه والآن العلماء الشيعة يؤمنون بالديمقراطية ويؤمنون ب أن ولاية الأمة على نفسها مثلاً أو انتخاب الإمام من قبل الأمة أشرت إلى الجوانب الإيجابية الحديثة وتطورات الجذرية الهائلة التي تقربهم من أخوانهم السنة والسنة أيضاً تخلوا وانتقدوا الفكر السني أيضاً بهذا القدر أنه كان فكراً سلبياً مخدراً محنطاً للأمة ويدعو الخنوع ويدعو إلى طاعة الحكام الظالمين الفسقة الفجرة الآن هناك ثورة عربية وإسلامية ضد هذا الفكر وهناك ثورة ديمقراطية إذن فالثورتان الديمقراطيتان الشيعية والسنية يلتقيان في موتقة واحدة وهما الآن في قمة التحالف والاتفاق والانسجام بينهما هذا كان حديثي وجور حديثي لما تحدث عن نظرية الإمامة كيف نشأت ومن أنشأها وشو الأدلتها وشو نبراهينها أو ناقش الآيات والأحاديث اللي يتفضل بها الأخ الأستاذ محمد المهدي ولا عن نظرية المهدي كيف نشأت ومن اختلقها أو ما هي أدلتها وهل يؤمن السنة بذلك أو لا يؤمنون أو يؤمن الشيعة الآخرون 22 واحدة دعا المهدوية من الشيعة في خلال ثلاثة قرون أنا لم أتحدث عن هذا ولا أريد أن تحدث فإذن حديثنا ليس سني مقابل شيعية ولا شيعي مقابل سني الأستاذ أيضاً انتقد الفكر السني وما في واحد من السنين يرد عليه فإذن هذا مو منطق هذا بالحقيقة إنه إحنا تحدثنا اثنين عام شيء مشترك وما شاء الله في الأخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاركين ردون يعني إحنا ما لقينا أستاذية على الآخرين بأستاذية نلقي فكرنا إحنا قدمنا رؤانا إحنا شخصان يعني عاديان وبسيطان إن شاء الله ما عدنا لا عم على رأسنا ولا جب عريضاً لنبس قدمنا فكر وأي واحد يحب يعني يتفاعل مع هذا الفكر فأنا وسأل واحد يردنا هم استمعنا له ونستمع لها ودائماً إحنا نرحب في أي ناكد أو في أي مراجعة أو في شيء نعتقد كرؤية وكتحليل أن جذر مصيبة في العالم الإسلامي هو غياب الشورى والشورى مفتاح البناء الحضاري في الغرب عرف هذا المفتاح فبنى نظامه الدستوري والسياسي على أساس الشورى والديمقراطية وطور الديمقراطية عبر قرون إلى أن شوفوا الوضع اللي إحنا جايين بعضنا جايين طوعاً وبعضنا جايين كرهاً في هذه البلاد إجباراً ولجوءاً من الظلم والطواغيت في بلادنا ونتمتع بهالحرية وعايشين عايشين إنسانيتنا وكرامتنا ونعمل ونرغب أن يعام هذا السلام وهذه الحرية والكرامة إلى بلادنا الأخرى ف يعني النقاش الأخ كان هو في تفاصيل رد على ما لم أتحدث فيه في الحقيقة لم أتحدث عن نظرية الإمامة أدلتها وهي صحيحة ولا مصحيحة أنا قلت الآثار مالتها فقط الآثار كناقد اجتماعي ويش كناقد يعني الآن ما بحثتها أساساً فأعتقد نفسي ما في ضرورة أن أخوض في الرد على الآيات والأحاديث اللي استشهد بها الآخ هذه في وقت إذا يحب نحقد ندوة أخرى وهو يتفضل أو يجيب أي واحد آخر ونقعد نبحث الموضوع إذا تحبون أنت أيضاً ما عندنا الآن أو في فترة أخرى إن شاء الله هذا مو موضوعنا أنا تكلمت عن الحرية والشورى ويتفضل الأخ يكمل ما أنا موافق على ما تفضلت به نعم وكجواب على أخي الفاضل أقول له إذا كان يجوز لكل أحد أن ينشر كتاباً ليس مناضع كتاباً يقوله ثم ينشره يجوز لنا أن نفعل ما فعلنا لين إذا جاز لكل أحد أن يبرز بوجهه على التلفاز أو اليوتيوب يلقي محاضر عن الناس تعب عن قناعاته يجوز لنا أن نفعل ما فعلنا كل خطيب كل واعظ كل محاضر في جمهوره وبين أتباعه يفعل هذا تقريباً يعني مرات كثيرة ماذا يفعل يتعرض للآخرين بشيء من النقد ولا أحد ينكر عليه من حقه من حق السنة يفعل هذا والشيعي والإباطي والمعتزل إلى آخر يفعل هذا لماذا هذا مقام مقام المناظرة يؤتى بشخصين يتناظرة أمام جمهور مقام ثان ولكل مقام مقال نحن لم نعي أننا هنا نعم في مقام مناظرة لم نفعل هذا لم نقل هذا هو فقط لكل مقام مقال نعم صحيح لكن لو جئنا فعلاً يعني نعبر عننا جئنا هنا مثلاً لكي نناقش مثلاً مقولة معينة سنية أو شيعية لكي نظهر عوارها وضعفها وأنها كذا كذا بكون الأفضل مش لازم لكن بكون الأفضل أن نأتي بطرف آخر متحمس للدفاع عنها حتى نظهر قوة موقفين على الأقل أو يظهر قوة موقفين لكن فعلاً الأمر لم يكن كذلك الله أعلم